تابون راه يراه من هارل جهو يبهدل في الجزائر السبب أولا أنه رجل غير مؤهل بشيكون رئيس جمهوري مشكلة تابون أنه يتصرف مثل رئيس دايرة رئيس بلدية وكذا كذا بطريقة شعبوية طريقة عفوية بسيطة ما يحسبش صورته وما يحسبش صورة المنصب اللي هو فيه وهذه الطريقة الشعبوية مثل ما كان عبد الملك سلال كان وزير أول ويتصرف بطريقة كوميدية يعني وكم من مرة كاد يصنع مشاكل في البلاد وكذا كذا من خلال سلوكياته نفس الشي تابون يتصرف بهذه الطريقة وما عندوش طاقم بروتوكولي في المستوى المطلوب ولا عندو إعلام في المستوى المطلوب لأن هناك دوائر أصلا داخل السلطة الفعلية في البلاد تريدوا يتبهدل باش يروح يروح لأنهم أصلا ما يرهنوش عليه كمشروع مستمر راهم يشوفوا فيه طريقة مؤقتة إلى حد الآن حتى العهدة الثانية إلى حد الآن لم يحسم فيها وما زالوا خلاص ما حسموش فيها ربما ينجأوا إلى تابون عندما يعجزوا في توفير بديل من بينه مثل ما حدث في العهدة الخامسة كما ما قدروش يوفروا بديل وكان أنا ذاك المؤسسة العسكرية رافضة أي بديل البوتفليقة اضطروا أنه يعلنوا العهدة الخامسة وهم يشوفوا فيها أنها مشروع ممكن كان يوديهم في ستين دهية وها هو الأمور شفتوا وين وصل وين يخرج تابون يدير بهدلة في قمة المناخ شفناها يعني كيفاش يتصرف شفناها في كثير في منافق قمة عربية يكمل يقولهم لا شاف الشراطون كنتم من أمورنا للعشاء فورا في فندق شراطون كنتم من أمورنا للعشاء فورا في فندق شراطون ما ده لا كثير من التصرفات اللي خلاته مضحكة حوارات تلفزيونية كي يخرج حوارات تلفزيونية يدير ما لا يمكن تصوره بل أنه يدير أخطأ ويخلوه التلفزيون تتعمد تفوتها من أجل أنه يخلوه ما عنده حتى قيمة بين الجزائر وما عنده اوش هذه الحقيقة لكن يتفننون في إهانته راح القطر أكم شفتوا كيفاش كان قاعد مع محمد بن سلمان كيفاش متكي ما عطيش قيمة لمنصب الرئيس ثم بعد ذلك يخرج خرجة خير متوقعة لم تحدث أنه رئيس جمهورية يدير يقدم تحليل في بلاسة فيها الإشهار فيها بلاسة خاصة باللاعبين والشركات اللي دفعت الأموال من أجل هذا الإعلان يجيبه يحطه في البلاسة اللي يصرحوا فيها اللاعبي ويقدم هذا التصريح للتلفزيون شكرا لك خالد إذن عقب الافتتاح هذا الجميل معنا في خامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في البداية في خامة الرئيس أهلا وسهلا في ديرتك الثانية قطار وكيف شفت الافتتاح وكيف شفت هذا التنظيم قبل انطلاق سافرة الحكام تنظيم رائع من أرواح ما يكون عالمي أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر شقيقة ويشرف العالم العربي كذلك وفيه أقوال وأقوال وأقوال خليهم يتكلموا خليهم يتكلموا هذا هو هذا الكلام اللي كنت نقوله يعني هذا لب الملاحظة نتاعي أن اليوم نفتخر نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له المستوى اللي وصلت له إلى قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايير الأنظار منتفتة إلى قطر اليوم شيء عظيم تنظيم جيد لا غبارة عليه الباقي يدروا كله دي نعمة المحسود مثل ما يوقع إن شاء الله إن شاء الله نتمنى فقط أن الفرق العربية الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من اليوم إلى نفس المستوى يعني حتى نحلم نحلم أننا نرى يوم من اليوم دولتين عربيتين في النهائي كأس العالم إن شاء الله الله يدرك فيك خير ممكن وتحول إلى مثله مثل أولئك عن الجزيرة تشوفوا فيها في الدير التغطيات تجيب مشجعين تجيب مسؤولين تجيب منظمين وتدير معاهم فضلا عنه أنه هذا المكان خاص بالرياضيين يعني ب الله ما لم أجد ما أقول حتى وليتهم قلت ربما واحد يشبه التبون ويخلق الله من الشبه أربعين يعني هذا التبون وهذا المحلل الرياضي ومازالنا 38 كون يظهروا 38 يديروا للكرة الأرضية سكتة قلبية يعني صراحة ما 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 هكذا يعني ورح البروتوكول اللي معاه رئيس الجمهورية لما يمشي البلد ويحب يتكلم في إعلام يتكلم في حوار خاص حتى كل حوار العادي لن يقبل به يسموه حوار خاص هل رأيتم أردوغان ولا السيسي ولا غيرهم فاتوا وعطوا تصريح لتي لي في تصريح فقط حتى في غير هذا المكان لماذا أنت وزيد الكلام اللي قالوا كلام انتع جماهير انتع ناس اللي مشجعين انتع الفريق الوطني انتع الناس اللي كانوا يقولوا الماتشي تعاود محوش كلام رئيس جمهورية يعني يا رئيس جمهورية تروح ما تدريش حتى كتش شركات اللي وراك من هي تروح توقف الوقفة هذه رك قدمت إعلان باسم الجزائر إلى شركات أموالها دفعة أموال للفيفا وفيها اللي تروح الخزانة قطر هذا من الجانب الاقتصادي ولكن الجانب البروتوكولي أيضا لا يليق يا تبون لا يليق أن تتصرف بهذه الطريقة العباثية يروح المصر يلتقي هذا اللقاء مع ماكرون وزيد يقول له أنا كنا نتحدثوا عليه هذه مغيلاق وزيد يقبلوا هذه القبلة الحلوة اللي خلت تبون يتزعزع في مكان شوفوا شوفوا نوصلت الأمور هنا رك تشوفوا في كيفاش يتصر حتى تخيلوا حتى موقع رئاسة الجمهورية أو حساب رئاسة الجمهورية على الفيسبوك نشر 11 ثانية على اللقاءات هامشي يعني اللقاءات هذه كل ما قيته غير 11 ثانية لأنه ربما راه تصرف تصرفات سيئة سيئة مثل ما حدث هذا وما فقولوش هذا التعام محمد بن سلمان راه وما فقولوش راي بثاتوا التلفزيون والناس كانوا له بالمرصاد صوروه ونشروه وبعد ذلك لما انتشرت الفضيحة راحوا نشروا الصورة هذه كالين تعواقفين مع بعضهم للتغطية عليها للتغطية على هذه الفضيحة على أساس لا باش الناس يأولوها باللي رو محمد بن سلمان غاضب لا لا هاكم تشوفوا كيفاش راي الأمور على ما يرام ولكن الصورة هذه أصلا بنفسها أكدت أنه محمد بن سلمان كان يعاتب أنا ما نقول يوبغ وإن كان كثيرين تحدثوا عليها أنها توبيخ كان يعاتب في غضب يعاتب عبد المجيد تبون على تلك الخطوة السيئة ثم بعد ذلك هاكم تشوفوا فيه واللي يقدم فيه تحليلات رياضية يتحدث على المؤامرة الحديث هذا أصلا لمن تقصد تقصد الدول لتحنية هذه الكلام تقولوا قطر قطر لتدافع عن نفسها مش أنت تروح تدافع عن قطر عرضوك تحضر ضيف تقصد بعد ساكت بعد ذلك تنشر تغريدة كما فعلت تشكر قطر وتبركلها وانتهى الأمر أما أنك تدافع عن قطر بهذه الطريقة هذه قطر اللي كانت النظام زملائه كان النظام هذا اللي ينتمينه تبونه وكان وزير فيه كان يهاجم في قطر على أنه هي اللي دارت الفتنة في العالم العربي بل أنه تبون نفسه في حوار مع الجزيرة تحدث رواة رواية دارها وزير الخارجية القطري أنه هدد الجزائر الجيش مؤسسة دستورية والجيش يقدس الدستور والجيش حامل حماية يعني معروفة أن الجزائر اللي كان استقرارها ما تمسش لأنه الجيش قوي جيش قوي فيه واحد قال نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر هكذا قيل قيل رسميا هذا ما حدث وثم الآن يروح يقعد يومين يقعد يومين وفي قمة المناخ اللي حاضرناها كل زعماء العالم اللي من المفروض فرصة من أجل اللقاءات من أجل فتح مصالحه ومشاريع الجزائر هرب في الليل روح اشتركوا في القناة